دلوقتي رايح حركب الأطر أنا دلوقتي إهو رايح أتركاب الأطر ابتديت، ارتبطته وخلاص ورايح حركب الأطر أطر الارتباط اللي هو بدايته دايماً إما أنك بتقوم داخلنا بكده بالحتة المهمة هي رايح تركب الأطر أنا رايح حركب الأطر دلوقتي أعمل إيه؟ خلاص، وكل الستات اللي جايين يركبوا معي الأطر هنعمل إيه? عشان ما نزلش في آخر محطة بتعالج ملكتها رقم واحد من اللي دفع لك تيكت القطر؟ أنت برافو رقم واحد أنا اللي دفعت تسكرت القطر صح يبقى أنت اللي هتحاسبي بين مداية الرحلة لآخر الرحلة يعني تقصد أنا اللي اخترت شريك حياتي ده وانت اللي اخترت الطريق ده أركب معاه القطر يبقى تخلي بالك قوي على كل جنيبة فأعتفي إيه ما في التيكت ده عشان تركب الرحلة دي ترقم واحد وانت جوه هتقابلي في القطر ناس ممكن عايزة تاخد دورك أو عايزة تاخد الكرسي بتاعك أو عايزة تاخد المكان بتاعك وتخليك أنت تقافي طول الرحلة فأنت لو وقفت طول الرحلة يا أمان هتوصلي مستهلكة تعبانة تعبانة وما بستيش على نفسك ولا شايلك ولا ستيلك ولا عمرك ولا أي حاجة اللي كان قاعد مرتاح في الرحلة واللي أنت بمزاجك قدمتيه له تضحيات وتنازلات وضحيتي بوقتك وتمن التيكت بتاعك اللي هو عمرك وانت قاعدتيه مكانك كده واستريح هو اللي وصل مرتاح وسليم وقاعد في الدرجة بتاعته المكيفة وكل حاجة تعال نجسد الشخصيات اللي أنا هقابلها في القطر يعني مثلا اللي هي تكسيد للمشاكل حلوة قوي هتقابلي الناس اللي هقابلها في القطر ممكن تكون رقم واحد لا ممكن تكون حماتي حماتي اللي بتدايقني باهتمامها بابنها وطول الوقت حطاني في دماغها فهل أنا هقوم وقاعدها مكاني ولا هتعامل معها بعقل والسياسة ولا كأنك أخذ بالك منها رقم واحد ما تاخدش بالك من حماتك تمام وما تحطيش نفسك في انقرنا معاها هي اتجاه وانت اتجاه تاني عشان فيه ستات بتضحي زيادة لحماتها كل ست تتخيل الكلمة دي قوي تحطها بين قصين انت عمرك ما هينفع تركاب الرحلة بتاعت حماتك صح حماتك دايما اعتبريها في رحلة غير الرحلة فانت بتعملي حاجة من عندك انت لو هتراعيها كأنها ممت بالضبط دايما نقول كده بص يا جماعة أنا مش بحرد على الحمات بس انا بفاق احنا ترغي في قطر احنا بقول الوعي احنا في قطر العطاء فعشان تبتدي حياة صح لازم اقول الكلام ده يبقى رقم واحد خلي بالك من حماتك رقم اتنين الضيف اللي ممكن يدقيقني جوه القطر الضيف ده بقى اوعي تقدميه له حاجة بالشكل اللي لا تملكيه عشان يقول عليكي كلام كويس زي زي انت جايلك ضيوف البيت توفري من مستقبلك ومادياتك ومصروف بيتك عشان تظهري بالمنظر الواو قدامهم عشان يطلع يقولوا ده انت لما جينا بيتها قدمت وعملت دي من علامات الشخصيات الهشة تمام تخيالي بقى ان انت بتسعي لارضاء الغير اللي هم اكتر ناس قريبين ليكي وبتضحي بوقتك ومادياتك عشان يقولوا عليكي كلام كويس عمر ما في حد يقول عليكي كلام كويس وايوا هتشتري الكلام الكويس بالماديات ولا المقابلات كمان اعمل حاجز